السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعي اليوم أدينا نشوفوا صفحة 50 من كتاب فرنسي وكوليج المستوى الثانية إعدادة لدينا نص قراءة لكتور القراءة لفنكشن دون انترفيو يعني الوظيفة ديال المقابلة الصحفية يعني لاش نديرو هاد المقابلة الصحفية لحبارة الصحفية لابجتف والهدف هو définir la fonction دون انترفيو يعني تحدد الوظيفة ديال المقابلة الصحفية أو الحوار الصحفي لسيبوها الدعمة اليوم أدينا الدعمة هو واحد النص هو هذا اللي نقرأ هذا بونفسرو أتلائيي ديال بتي جورناليس يعني ورشة عمل ديال صغار الصحفيين أو الصحفيين الصغار le 21 janvier 2015 هذا شهد 21 يناير 2015 انترفيو مع غزاَفيا إعني مقابلة صحفية مع غزافي وهذا سنتعيلاً، أبداً كمياء ومعالج المنزل كيف يمكنك التجاهيه؟ التي تجاهدتها بالاسئلة ستتقدم ويقدم جديد وهو الإجابة في الإجواء سألو الأول إيهgrassي من أين ذلك؟ أين مكانك؟ اقبت أنني فيه جديد ولكن الأصل من السنغال هو من أفريق الأوست وهو واحد البلد من أفريقيا الغربية لقد عملت هنا في مدرسة فرنسية في مدرسة فرنسية مثل هنا سؤال أخرى هل كان بالمدرسة فرنسية في السنغال؟ نعم كان بالمدرسة فرنسية في المدرسة بأن الدرسة فرنسية في أفريقيا الجميع التقافة الفرنسية طريقة العيش, طريقة العيش, طريقة رؤية العالم من حولنا وكتوية الناس مختلفة طريقة اللقاء بالناس مختلفة اجتماعي العيش في التواني الأمر ليسا مكتب위ه من الناس مكتب위ه اجتماعي العيش في التواني عقوموا مجرد العيش حسنا يسبب الناس مكتبب ثم تج المعاقدا سي 오면 فيود روقيت ليسا مكتب위ه وهي اللي كتعقد لي الأمر لأنه كان يعيش في السنغال يعني الجو حار تماما وهنا من يختم خصوصا في الليتوانيا فيها الجو بارد بزاة هل يوجد في السنغال مجازين أو سوبرمارشي يعني في السنغال كنا متاجر أو سوبرمارشيات يعني ذلك الأسواق الأسواق العصرية يوجد إذا كان تعليمه مجازين أو أو شراءة صغيرة ويستخدمون كمثالات في شراء عن مجال يعني اخذها معاك بالتقسيات ما تريد يقدمه بالعملية وايضا الإمكانية أو شامپان مثل على سبيل الميتال لدينا فقط أعضir كلاهوان الصغار لدينا فقط أعضir باكيات الملخ يأضرون باكيات الملحة وضع باكيات الملحة كما يتواجد الملحة يأضر بالقرار لتعضي لكي أرد ويجيب يجب الهواجج اليوم في قبل الجديد أن هناك شباباك في المدينة التي يتحدث فيها هناك مجال المتجر سيكون مجال كما في ماكسما وكما في الواقع من المجال أو الماكرو في الواقع من المجال أو الكارفور كما يتحدث فيها كل شيء لذلك لا يوجد مجال أو اسم أو السلاحيات أو الكارفور فمنون الزstre الم duyاريخ هي جيدة كل شيء أجد أن يقولون سأعتقد أن كنت تعاين أن ترغط أنك المستحيل وستطيع أن أتسرق كنت تعاين في جميلة يعرف أنك بعد ذلك كنت تعاين وكنت تعاين لأن تتسرق لماذا؟ كم نعاين جدا لأنه على أطفال تبارينو اللي رجول إطفاء كم من بابا بحال أبدالي كأسي تابخي ذاكشي من بعد كجي ايو لغو دي السيانس من بعد ولي عندي الحب ديال العلوم جمسي أورينتي وتوجهت إلى دراسات العلمية ويجي فني باردهنر وانتهابي العمر أن أصبحت أستاذ لي العلوم ثم ما يسولو كمو أعبو شوازي سمتية كيف تختارت هذه المهنة كيف تختارت هذه الوظيفة و هذه المهنة كمو أعطي هذا المهنة كيف تختارت هذه المهنة يعني الشغف يعني الشغف يعني حب ديال العلوم وشغف بها كنت كنت تشتغل من قبل في صناعة السيارات في الاطموبيلات دون زين بيرو دراسات في صناعة المهنة لتحقيق 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 أجزاء السيارات مثل كيف تختارت المهنة 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 كيف تختارت المهنة 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 يعني دي نصيان دو باز مبادئ اواليه في اللغة الانجليزية فقط. هنا جوبسارف جديكو ونشوف الأسئلة ونحاولو نجاوبواليه. مسؤال اول غالك جوبسارف لبرزنتشن ماتاريال دوكومنت وجرملي لتابلو السيبان. غالك نشوف هاد المواد ديال هاد الدوكومنت هاد مستند كيفاش معروضة ونعمر هاد هاد الجدول. الجدول في ريكوموزانت المكونات وفيه لازاليمان كورسپندو يعني العناصر المناسبة. مثل العنوان الكبير هو أتليه مع صغار الصحفيين يعني وارش مع صغار الصحفيين يعني اتعلموا يدل المقابلة الصحفي كما شفتوا ومو كامل كي حاولوا يساولوه. العنوان هو إنتربيوه مع غزافيه يعني حوار صحفي مع غزافيه. شفتوا غزافيه بأنه هو واحد الفرنسي من الأصول السنغالية يعني كي قريف واحد مدراسة في لتوانيا. تيبوغرافي دي كيستيون يعني دوك الخط اللي مكتوبة به الشكل الخط والنوع الخط واللون ديالو اللي مكتوبة به العنوان الأسئلة شو الأسئلة كيف يش مكتوب بالكحل الغليد. إذن انغراب. تيبوغرافي دي ريبونس. تيبوغرافي ديالو اللي مكتوبة به العنوان. عادية. ثم نشوفوا السؤال الموالي. نقولك على طنابي في رأيك ديالوكومنت ساجتين. في رأيك هاد مستند ديالاش في نظارك ديالاش. نقولوا سيتونا انتربيوه مع غزافيه. ثم السؤال الموالي سؤال رقم 3. تقولك ده كمبيان ده بارتي سو كمبوز تيل من شحال من جزء كي تكون هاد هاد الحوار. نقولوا كي تكون من العنوان. التيتر على الفوك ديك أتوليي دي بتي جورناليست. أو انتربيوه مع غزافيه. هالعنوان هو انتربيوه مع غزافيه والتيتر. ثم عندنا الأسئلة والأجوبة. وعندنا واحد دي ما جايه. هذه الصورة اللي عندنا التحت. وهذا كي مشروع سبحة 9.50 كم منها. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.